مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثاني أو الجزء الثاني من محاضرة shoulder joint وفي هذه المحاضرة سنتعرف على ligaments of shoulder joint نتابع من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل الآن ننتقل إلى ligaments الأربطة التي تكون أو التي تحيط بهذا glenohumeral joint مثل ما نلاحظ there are two groups of ligaments لدينا intrinsic و extrinsic ligaments intrinsic ligaments ستكون part of fibres layer of joint capsule مثل ما قلت أن joint capsule هو عبارة عن طبقة lose من ال connective أو من ال fibres layer lose fibres layer هنا هذه ال ligaments سترتبط بهذه ال fibres layer وستنمزج معها وكأنهما سيكون عبارة عن طبقة واحدة وبالفعل يصب عليها التمييز كما ذكرت سابقا يصب عليها التمييز ما بين هذه ال ligaments التي هي intrinsic ligaments وما بين الجوينت كابسول ولكن يبقى أن هناك joint capsule ويبقى أن هناك ligaments ولكن حينما أقول intrinsic ligaments فهذه ال ligaments هي التي ستنمزج مع هذه الجوينت كابسول ولكن extrinsic ligaments ستكون خارج هذا الجوينت مثل ما نلاحظ not part of fibres layer of joint capsule وأيضا في بعض الأحيان تسمى accessory ligaments مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن أحد الاxtrinsic ligaments هذا مثل ما نلاحظ أنه بعيد كل البعد عن الجوينت عن الجلينوهيومور الجوينت ولكن له وظيفة معينة في هذا الجوينت لذا أعتبر أحد الليجامنت لهذا الجوينت ولكن يبقى extrinsic وهذا أيضا مثل ما نلاحظ هذا هنا التانسفيرس transverse humoral ligaments يختلفون بعض المصادر تختلف في تسميتي extrinsic وintrinsic وفي بعض المصادر أساسا لا تصنفه ولكن يبقى أن هذا يعتبر إلى حد ما خارج الجوينت كابسول إلى حد ما ولكن ما يهمني أنا فقط فهم فكرة intrinsic وextrinsic intrinsic أي أنه سيكون وكأنه جزء من الجوينت كابسول سيرتبط بشكل مباشر بالجوينت كابسول أما الاكسترنزيك وهذا خير مثال هنا الكوروكا أكروميال ligaments سيكون خارج هذا الجوينت كابسول وخارج الجوينت بشكل عام ولكن لأن له تأثير على عمل هذا الجلينوهيومر الجوينت وله تأثير بشكل عام على هذا الجلينوهيومر الجوينت واعتبر هذا أحد الليجامنت التي ترتبط بهذا الجوينت وهنا الارتباط سيكون ارتباط وظيفي وليس ارتباط أي أنه ارتباط أي أنه اتصال هنا ارتباط وظيفي ونبدأ أولا بالإنترانزيك ligaments مثل ما نلاحظ هناك ثلاثة من الاجلينوهيومرال ligaments ستقوم بتقوية هذا الاجلينوهيومرال جوينت interiorly و inferiorly من ال anterior aspect ومن ال inferior aspect أيضا سيكون لدي الكوراكا أهيومرال ligaments هنا الكوراكا أهيومرال ligaments سيكون مثل ما نلاحظ في هذه النقطة تقريبا فهذا الكوراكا أهيومرال ligaments سيقوم بتقوية strength the joint capsule superiorly من جهة الأعلى أما بما يخص الاكسترانزيك ligaments the coracochromial arc هذا هو الكوراكا أهيومرال arc سنتعرف عليه بعد قليل وأيضا لدي transverse humeral ligaments وكما قلت أن بعض المصادر تختلف في تسميته أو تختلف في تصنيفه أنه extrinsic أو intrinsic بعض المصادر لا تصنفه أصلا تقول أن الإنترانزيك فقط هذه الأربعة والإكسترانزيك تقول فقط هذا ولا هذا الليجامنت لا تتطرق له لا تقوم بتصنيفه فكما يبدو أن هناك اختلاف بالأراء ولكن من المهم أن نعلم ما دائم إكسترانزيك ونعلم هذا الاختلاف بالأراء فقط والآن سنبدأ أولا بالتعرف بشكل تفصيلي على الإنترانزيك ligaments مثل ما نلاحظ هذا هو إبارة عن الكراكو حميرا ligament هناك ligament واحد يسمى كراكو حميرا ligament كراكو حميرا هو برود باند هذا هو إبارة عن باند أي أنها حزمة برود عريض وباند أي أنه حزمة من الفايبر مثل ما قلت أن الكوروكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك تتصل بالاناتوميكال نك ولكن هنا أنا بحثت بشكل أدق عن الموضوع وتبينت كل لجامنت بماذا يتصل فهنا هذا الكروكو أكروميال لجامنت ستكون أماكن ارتباطه بالسكابيولا أولا المكان الأول والمكان الثاني بالهوميرس فيما يخص الاسكابيولا ستتصل مثل ما نلاحظ هنا في الكروكويد بروسس في هذه النقطة في البيس أما في الهوميرس فتتصل مثل ما نلاحظ هنا ستصل إلى هنا وهنا أيضا سنلاحظ مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن الكروكو أكروميال الكروكو أكروميال لجامنت هنا أيضا وهنا يبين لدي الموضوع وهنا يتضح بشكل أكثر فهنا هذا يتصل في البيس في هذا البيس في قاعدة الكروكويد بروسس ويمتد لكي يصل هنا إلى لو نلاحظ أن مثل ما قلنا أنه أي أن حزمة عريضة حزمة عريضة من الفايبرز بحيث أنها تتصل لو نلاحظ أن أماكن اتصالها هنا الأناتوميكال نك وهنا أيضا فكما قلت أن بعض المصادر تقول أن هذه الليجامنت جميعها تتصل بهذا الأناتوميكال نك ولكن هذا الليجامنت يصل أيضا يصل في بعض ارتباطاته إلى وبعض المصادر أيضا تقسمه إلى وعلمنا من هذا أن ستتصل بالأناتوميكال نك وأيضا بعض المصادر تقول أنه أيضا يكون ليديه اتصال باللسر ولكن أنا ما يهمني مكان انطلاقه من ومكان وصوله سيكون إلى الهيومرس في هذه النقاط من الهيومرس حتى لو فقط تصورت الموضوع دون أن تحفظ بشكل دقيق ما هي أماكن ارتباطه ويقسم إلى هذا الشيء لن يهم جدا بالنسبة لنا الآن كطول أما الآن فسننتقل إلى مجموعة الهيومرال لجامنت ستكون هناك ثلاثة من الهيومرال لجامنت مثل ما قلت أن هذه الليجامنت هذه الليجامنت التي هي الهيومرال لجامنت وأيضا بشكل عام الانترنزيك لجامنت ستكون بلندد بلندد أي أنها ستنمزج مع الجوينت كابسول فهنا أفضل صورة أو أفضل نظر أفضل جهة أفضل أسبكت أرى فيها هذه الهيومرال لجامنت ستكون من داخل الجوينت كابسول مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة من المفترض أن يكون الجوينت كابسول لنلاحظ أن هذه هي الليجامنت هذا ليجامنت وهذا ليجامنت وهذا أيضا ليجامنت هذا عبارة عن المدل اللينوهيومرال لجامنت وهذا عبارة عن السوبرير اللينوهيومرال لجامنت وهذا انفيرير اللينوهيومرال لجامنت فمثل ما نلاحظ أن لاترال أسبكت وإنترنال أسبكت للجوينت كابسول ثم نلاحظ من الجوينت كابسول هذا الجوينت كابسول وهنا الجوينت كابسول فنلاحظ أن internal aspect بيانت لدي بشكل واضح ما هي هذه الليجامنت وأماكن تواجدها فكما قلت لدي superior glenohumeral ligament, middle glenohumeral ligament و inferior glenohumeral ligament هذه أيضا صورة أخرى مثلا نلاحظ هذا عبارة عن superior glenohumeral ligament هذا middle glenohumeral ligament وهذا inferior glenohumeral ligament الآن ننتقل أولا إلى superior glenohumeral ligament مثلا نلاحظ superior glenohumeral ligament passes from supraglenoid tubercle أي أنه سيرتبط بال supraglenoid tubercle فال supraglenoid tubercle لديها شبكة علاقات واسعة فهي تتصل في long head أو tendon of long head of voicel supercai وتتصل بال glenoid labrum والآن ستتصل أيضا بال superior glenohumeral ligament فهنا يجب علي أن أعلم أن شبكة ارتباطاتها يجب علي أن أعلم شبكة ارتباطات هذه السوبرا glenohumeral ligament وأيضا يجب علي أن أعلم أن مكان ارتباط هذا مثل ما نلاحظ هنا تقريبا يتضح في هذه النقطة الارتباط هنا سيرتبط في هذه النقطة ويكون anterior لهذا التندن فهذه نقطة مهمة يجب علينا أن نركز عليها أن هنا الريلاتف بوزيشن فيما يخص ارتباط هذا التندن في الاسكابيولا في السوبرا glenoid tubercle سيكون anterior لمكان ارتباط التندن of long head of biceps brachii وأيضا سيرتبط من جهة أخرى من جهة أنا سأهمل هذه المعلومات كلها وسأقول أن هذا التندن سيتصل في مثل ما نلاحظ هذا هو التندن كما هو ملاحظ وهذا أيضا التندن كما هو ملاحظ وهذه أيضا صورة أخرى عن هذا التندن فكما نلاحظ هذا هو عبار عن وهذا أيضا هنا هذه الصورة أيضا تبينه بشكل دقيق كما نلاحظ أنه يتصل هنا أنا من قمت برسم هذه النقطة ولكن هو سيكون هنا للأسر تيوبركل لن يتعدى إلى الأجريتر تيوبركل ولكن خطأ في الرسم فقط سأحاول أن أعدله قبل أن يصل اللي يكون بشكل pdf أيضا هنا مثلا نلاحظ هذه أيضا الصورة أدق هنا مثلا نلاحظ ينطلق من هذه النقطة ويصل إلى هذه النقطة مثلا ما قلت أنه يتصل من جهة الميديل يتصل بالسوبرغلينودي تيوبركل وأيضا يتصل من جهة اللاترال في اللسر تيوبركل مثلا ما نلاحظ كلاهما ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذان هذا السوبرير سوبرير لينوهيومرال لجامنت وأيضا هنا خطأ في هذه الرسمة وأيضا هذا هو عبارة عن الكوروكوهيومرال لجامنت مثلا ما نلاحظ هنا هذان سيقومان بتعليق مثلا ما نلاحظ هذه الآن ذراعي هذا هو الهيومرس هنا سيكون موجود الهيومرس وهنا سيكون موجود الاسكابيولة فهنا هذا الهيومرس يجب أن يتصل بالاسكابيولة فهذه التندن تقوم بعمل أي تقوم بتعليق هذا الهيومرس الهيومرال هد تقوم بتعليقه وجذبه إلى ال ولكن بطريقة أي ماذا يعني أي أنه لن يكون هناك عمل سنتعرف بعد قليل إن شاء الله أو ليس بعد قليل من المحتمل أنه محاضرة مفصلة لا أعلم ولكني سأقوم بتزاد هذه المحاضرة إلى عدة فيديوهات لأنها طويلة ولكن سنلاحظ أيضا حين أتعرف على المصغز أن هذا التعليق لعملية التعليق الهيومرس أو الهيومرال هد وجذبه إلى ال إلى الهيومرال كافيتي يكون لدي شيء باسفلي وشيء اكتفلي هذه ستقوم بالباسف بالباسف سسبنشن وبعد قليل سنتعرف على الهيومرال كافيتي مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن هذا هو عبارة عن المدل هذا هو المدل آآ سيتصل بالمارجن بالمارجن أوف آآ أوف كافيتي مثل ما نلاحظ وسيكون للسوبرير آآ فسيتصل في هذه النقطة من جهة الميديل أي في سيتصل في المارجن آآ أوف آآ 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 وأيضا هذه المارجن المارجن بشكل عام للإغلينويد للإغلينويد كافيتي أيضا لديها شبكة ارتباطات فيتصل فيها اللابروم ويتصل فيها الجونت كابسول ويتصل فيها آآ السنوفيال ممبرين والآن يتصل فيها الارتباط الرابع يتصل فيها المدل آآ آآ غلينوهيومرال لقامنت كما هو ملاحظ أما من جهة أي أنه حين ذهاب إلى بشكل مائل أي أنه مثل ما نلاحظ في هذه الصورة هنا يبدأ ارتباطاته من هنا من المرجن هذه أيضا هنا التأشيرات ليست دقيقة مئة بالمئة ولكن أنا أشير هنا كما يبدو إلى الليجامنت فقط ليس إلى ارتباطاته فهنا ينطلق هذا الليجامنت هنا من هذه المرجن ويكمل طريقه لكي يصل هنا اللسر هنا يصل إلى اللسر يذهب بشكل أي أنه في هذا الاتجاه وانترير في هذا الاتجاه هنا أتجه إليكم هذا انترير وإلى الأسفل هنا انفيرير فهو سيتجه بهذا الاتجاه في الخط الواصل ما بين الانفيرير والانترير وحين الاتجاه بها أو حينما يقوم بهذا الاتجاه فهنا من هذه النقطة سيكون أعرض منه في هذه النقطة ولكن قلت أن الرسم غير دقيقة وهنا ستكون أدق في هذه النقطة هنا مثل ما نلاحظ من المفترض أن هذه الرسمة أيضا تبين أن هنا سيكون أعرض من هنا سيمتد فهذا هو المدل إجلينا هيومرال لجامنت ألا ننتقل إلى الليجامنت الثالث وهو عبارة عن الإنفيرير إجلينا هيومرال لجامنت مثل ما نلاحظ إجلينا هيومرال لجامنت الثمان نلاحظ هذا هو عبارة عن هذا الليجامنت اعتذر هذا هو عبارة عن سيتصل باللابرم هنا سيتصل باللابرم من جهة من جهة الميديل من الإسكابيولا أي أن اتصاله بالإسكابيولا سيكون عن طريق الغلينويد لأغلينويد لابرم والأغلينويد لابرم سيتصل بالأغلينويد وهذه أيضا إضافة أخرى تضاف إلى شبكة علاقات الأغلينوهيوم أو أغلينويد كافيتي المارجينويد كافيتي ومنه سيمتد باسز انترو انفيرياري أيضا بالثمان نلاحظ هذا هو عبارة عن الليجامنت سيبدأ من هنا واتصاله سيكون باللابرم وينطلقها من هنا ميديلي وينطلق لاترالي لكي يرتبط هنا في الأناتوميكال نك أوف ذا هيوميرس مثل ما نلاحظ في هذه الصورة الدقيقة وهذه الصورة أدق ستكون أيضا عن الموضوع مثل ما نلاحظ يبدأ هنا هنا سيكون في اللابرم تصاله في اللابرم وهنا سيذهب إلى الأناتوميكال نك أوف ذا هيوميرس في هذه الجهة من جهة الانفيريار الآن ننتقل إلى الاكسترينزيك ليجامنت كما هو ملاحظ هنا هذا الليجامنت كونفيرتس أي أنه سيقوم بتحويل الانتر تيوبركيلر غروف الانتر تيوبركيلر غروف للهيوميرس كما نعلم أنه ما بين اللسر والجريتر تيوبركيلر فسيقوم بتحويل هذا الجروف الانتر تيوبركيلر غروف أو البايسبيتل غروف أو ساركس بعض المصادر تسميه ساركس فهذا الساركس أو الجروف سيتم تحويله من غروف إلى كنال الكنال هي عبارة عن قناة الجروف عبارة عن أخدود هذا الشيء قد قمنا بشرحه بشكل تفصيلي في محاضرات سابقة ولكن الجروف كنبذة مختصرة الجروف مثل الخندق الخندق في المعارك في الحرب العالمية الأولى والثانية الخندق يكون مفتوح من جهة يكون مفتوح من جهة الأعلى لأنه سيكون مفتوح إلى السماء من جهة معينة أما الكنال فسيتم تخطيته فلن يكون مفتوح إلى السماء أي أن الخندق لو غطيته بشيء معين من الخشب مثلا لوحنا الخشب فسيكون عبارة عن كنال أي قناة فهنا هذا الترانسفيرس هومرال لجامنت سيغطي هذا الجروف وبالنهاية سيكون عبارة عن كنال هذه ستحول سيتحول الجروف إلى كنال هذا الكنال سيقوم بعمل هولدنج أي أنه سيمسك هذا السينوفيال شيث سيقوم بإمساكه وتثبيته داخل هذا الجروف وأيضا سيكون مثل ما نلاحظ سيقوم بحمايته لحد ما يشكل حماية وأيضا هذا التنذن كما قلت سيدخل إلى داخل الكابسول فهذا ما يهمنا هنا من هذه النقطة وأيضا ما يهمنا النقطة الأخرى هنا السينوفيال شيث يجب علينا أن نستذكر أن السينوفيال شيث سيكون ما بين التندن هنا السينوفيال شيث وعبارة عن سيرس ممبرين سيتكون من طبقتين بين هذين الطبقتين سيكون لديه فلود فهنا حركة الذي يسألنا حركة هذا التندن لن يكون هنا لك فركشن لن يكون هنا لك احتكاك بسبب هذا السينوفيال شيث الآن ننتقل إلى الليجامنت الآخر وهذا الليجامنت سيكون الكوروكو أكروميال أرك ماذا يعني الكوروكو أكروميال أرك هذا هو هذا مثل ما تلاحظون سأقوم برسمه بشكل تقريبي وليس بشكل دقيق مئة بالمئة هذا هو الأرك هذا هو عبارة عن الكوروكو أكروميال أرك هذا هو الأكروميال هذا هو الأكروميال فهنا هذا السموذ السموذ انفيرير سيرفس للأكروميال وهذا الجزء أيضا يكون الكوروكو أكروميال أرك وأيضا من المثل ما نلاحظ هذا هو الكوروكويد بروسس هذا الكوروكويد بروسس وهنا هذا الليجامنت وهنا هذا السموذ سيرفس مثل ما نلاحظ فهذه كلها المؤشر عليها بالخطوط الحمرة هذه كلها ستمثل الكوروكو أكروميال أرك أي أنه مثل ما قلت هذا كله سيمثل الكوروكو أكروميال أرك فهنا الليجامنت وهذا الجزء العظميين أو العظميان من الإسكابيولة هما من سيكون الكوروكو أكروميال أرك مثل ما نلاحظ أيضا هنا كوروكو أكروميال أرك إز كوروكو أكروميال لجامنت هذا هو الكوروكو أكروميال لجامنت هذا هو الكوروكو أكروميال لجامنت أي أن هنا أنا سأقوم بتجميع رياضي للكوروكو أكروميال أرك هذا هو الكوروكو أكروميال لجامنت بهذه الطريقة وتو بارت سيكون لديه هو بارت أوف أكروميال هذا الكوركويد بروسس هنا من الثمان نلاحظ وهذا هو الأكروميال الثمان نلاحظ هذا هو الأكروميال فهنا قمت بتجميع الكوركو أكروميال أرك الآن لنتعرف على وظيفة هذا الكوركو أكروميال أرك بالنسبة لأهم من تسميته وأهم من الس Picard التي تشتري في تسميته مثلا ما نلاحظ وتشترك فيه في تكوينه مثلا ما قلت أنه يتكون من عظم وغضاري فأسيو من عظم أوسيو من بونز فأسيو من أسفكيشن وإلى آخره فهذه الأسيو من عظم وليجامنتس من لجمن فأسيو ليجامنتس أارك الذي هو عبارة عن الكوروكو كوراميال أارك هذا هو عبارة عن بروتكتف أارك أي أن وظيفته حماية يحمي ماذا؟ يقوم ببسط ذراعي هو يمتد حول الهيومرال هد وبماذا يقوم؟ ماذا يعني ذلك؟ حينما تتعرض اليد إلى قوة حينما تتعرض الذراء إلى قوة تؤدي إلى جذب أو تؤدي إلى إبعاد هذا الهيومرال هد أو الهيومرس من الهيومرال كافيتي وتقوم بإبعاده إلى الأعلى ماذا سيحصل؟ سيكون هناك هذا الستركتر الأوسيو ليجامنتس أارك هذا الستركتر سيقاوم هذه القوة سيقاوم هذه القوة الآتية من الأسفل إلى الأعلى ويمنع السوبرير ديسبليسمنت أي أنه يمنع هذا الهيومرال هد من أن يخرج إلى الأعلى من هذا الجوينت أو من الجليونويد كافيتي هذه هي وظيفة هذا الكوروكو أكراميال أرك أيضا هذا الكوروكو أكراميال أرك أي أن هذا الأرك قوي جدا بحيث أن هذا هنا إذا حصلت لدي قوة أو حصل لدي ضرب قوية إلى الأعلى تؤدي بالهيومرس إلى أن يتجه إلى الأعلى لن ينكسر هذا الكوروكو أكراميال أرك بسهولة ماذا يعني ذلك؟ يعني من المحتمل أن ينكسر الهيومرس أي أنه يقوم ينكسر الهيومرس من المنتصف مثلا أو حتى من السيرجيكال نك ينكسر هذا الهيومرس أو ينكسر الكلافيكل ولكن لن ينكسر هذا الأرك هذا الكوروكو أكراميال أرك لن ينكسر ولكن ينكسر الكلافيكل أو الهيومرس وهذا إشارة إلى قوة هذا الأوسيو ليمنتس أرك مثل ما نلاحظ هنا أنا إذا وضعت يدي هنا مثل ما نلاحظ وأنا أقوم بالضغط إلى الأعلى لو تلاحظون أنا أقوم بالضغط إلى الأعلى هنا ستنتقل القوة من الهيومرس إلى الكوروكو أكراميال أرك وتنتقل إلى ما تبقى من الجسم عن طريق هذا الأرك أي أن حينما نتج بهذه الحركة فإننا نقوم بتسليط قوة على الكوروكو أكراميال أرك وهنا الهيومرس سيضغط سيتم الضغط عليه من خلال هذا الأرك لأننا قلنا أن هذا الأرك قوي جدا بحيث أنه محتمل أن يكسر الهيومرس أو الكلافيكو ولكن لن يكسر هذا الأرك وإلى هنا أنتهى هذا الفيديو وقد تم تخطية بالكامل وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتعرف على هذه الأيتم وهي نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر